اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو. أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو. وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كتير. وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ مفهوم البيئة الطبيعية عند النشاط الأول نلاحظ الصورة الأولى ثم نستنتج مفهوم البيئة الطبيعية البيئة الطبيعية هي الوسط التي يعيش فيه الإنسان والحيوان والنبات والعلاقة بينهما. يعني البيئة هي اللي بتتضمن المخلوقات اللي هي الإنسان والحيوان والنبات والتفاعل والعلاقة بينهم ما أسماء البيئات الطبيعية في العالم في عندي البيئة المعتدلة في عندي البيئة الحارة وفي البيئة الباردة يعني إحنا مثلا في فلسطين بيئتنا معتدلة ولكن مثلا لو رحنا على السودان أو مثلا الدول اللي موجودة تحت السودان زي نيجيريا مثلا هذه دول حارة ليش؟ لأنه هما على خط الاستواء فالشمس عندهم طول السنة قوية جدا فبالتالي يعتبروا من البيئات الحارة ولكن مثلا لو رحنا على بريطانيا أو ألمانيا أو روسيا هدولا بيعتبروا من ضمن البيئة الباردة حتى بنسمع إنه الشمس ما بتطلعش عندهم غير عدد قليل جدا من الأشهر فبالتالي هذه تعتبر من البيئات الباردة اللي دايما أو غالبا بتكون الحرارة فيها تحت السفر طيب عندي أنواع البيئات الطبيعية في العالم بدنا نشوف الخريطة اللي موجودة عنا وبعدها نجاوب على الأسئلة نذكر أنواع البيئات الرئيسية في العالم عندي البيئة الحارة اللي هي من سفر لتلاتين شمال وجنوب خط الاستواء يعني لو إجينا على الخريطة زي ما إحنا شايفين بنلاقي إنه من عند خط الاستواء تلاتين درجة فوق وoitلاتين درجة تحت بنسميها البيئة الحارة البيئة المعتادلة هي اللي بتبعد من تلاتين درجة لستين درجة شمال وجنوب خط الاستواء يعني في المنطقة اللي بعد المنطقة الحارة تلاتين درجة بينما البيئة الباردة من ستين لتسعين شمال وجنوب خط الاستواء فمن الزاوية ستين وتسعين هذه بنسميها البيئة الباردة طيب نيجي الآن لسؤال اثنين نعين على خريطة العالم المناطق التي تسود فيها هذه البيئات طبعا في البيئة الحارة في عندي موجود قارط أفريقيا آسيا أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوكيانوسيا كل هدولا جزء منهم بيقع في المنطقة الحارة اللي هي مباشرة تحت وفوق خط الاستواء بثلاثين درجة طيب بالنسبة للمنطقة المعتدلة أو البيئة المعتدلة طبعا أوروبا جزء منها بيقع في المنطقة المعتدلة أيضا آسيا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوكيانوسيا كل هدولا في أجزاء منهم ابتقع في البيئة المعتدلة بالنسبة للبيئة الباردة ابتقع فيها شمال آسيا شمال أمريكا الشمالية وغرينلاند والقارة المتجمدة الجنوبية كل هدولا بيقعوا في البيئة الباردة طيب نسمي دوائر العرض الظاهرة على الخريطة طبعا في عندي خط الاستواء اللي هو موجود في النص في عندي مدار السرطان ومدار الجدي اللي هما بيبعدوه 23 درجة ونص وفي عندي الدائرة القطبية الشمالية نيجي الآن لأول نوع من البيئات وهو البيئة الحارة نلاحظ الصورة وبدنا نجاوب على الأسئلة نستنتج القارات التي تسود فيها البيئة الحارة زي ما حكينا هي قارة أفريقيا آسيا أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوكيانوسيا بالنسبة لسؤال اثنين نذكر الأقاليم المناخية التي تمثلها البيئة الحارة طبعا في عندي أكثر من إقليم ضمن البيئة الحارة في عندي الإقليم المداري الإقليم الموسمي والإقليم الصحراوي والإقليم الاستوائي يعني كلها عبارة عن أجواء موجودة في المناطق الحارة طبعا هذا الإشي بيعتمد على حسب الأمطار وحسب مكان الدولة وين موجودة هل هي على الشاطئ أم في الداخل طيب نفسر سبب تسمية كل إقليم من أقاليم البيئة الحارة طيب الإقليم المداري لأنه بيمتد في المناطق الواقعة حول المدارين الجدي والسرطان بالنسبة للإقليم الموسمي ليش سمينا بهذا الاسم؟ بسبب سقوط الأمطار الموسمية عليه الأقليم الصحراوي لأنه يظهر في المناطق الصحراوية الجافة الأقليم الاستوائي لأنه يمتد في المنطقة الواقعة حول خاط الاستواء ناقش تعد الغابات الاستوائية رئة العالم لأنها تعمل على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وإخراج غاز الأكسجين نيجي الآن لنشاط 2 جيم نلاحظ الخريطة ثم نجيب نستنتج القارات التي تسود فيها البيئة المعتدلة طبعا هي قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوكيانوسيا يعني تقريبا كل القارات كل القارات جزء منها بيخضى أو بيكون تحت البيئة المعتدلة ما الإقليم المناخي الذي تنتمي له فلسطين وين فلسطين موجودة في البيئة المعتدلة نيجي الآن لقضية للنقاش وجود بيئة البحر المتوسط في كاليفورنيا وساحل تشيلي في الأمريكيتين على الرغم من بعدهما عن البحر المتوسط طيب ليش إحنا بنحكي أنه جو البحر المتوسط موجودة في كاليفورنيا وكاليفورنيا أساساً بتقع في المحيط الهادئ اللي هو أساساً مش بعيد جداً عن البحر المتوسط وأيضاً ساحل تشيلي بنحكي أنه بيقع أو جوه جو البحر المتوسط طيب ليش بنحكي هذا الكلام؟ بالرغم من أنه هدول المنطقتين إبعاد جداً عن البحر المتوسط السبب لأنهما تتشابهان معه في الخصائص المناخية يعني هما مناخهم زي مناخ دول البحر المتوسط معتدل المناخ بيكون معتدل حار صيفاً بالد شتاءاً طبعاً هذا المناخ المعتدل يعني زي مناخنا في فلسطين فبالتالي سمينا المناخ اللي عندهم أنه بيئة البحر المتوسط بالرغم من أنهم إبعاد جداً عن البحر المتوسط طيب نيجي الآن لآخر جزء وهي البيئة الباردة نحدد المناطق التي تتمثل فيها البيئة الباردة طبعاً هي أقصى شمال آسيا وأقصى شمال أمريكا الشمالية وجرينلاند والقارة القطبية الجنوبية نستنتج الخصائص المناخية للبيئة الباردة بناء على موقعها الجغرافي والفلكي طبعاً هذا أو هذه هي الإجابة هذا الخصائص تبعت البيئة الباردة زي ما إحنا شايفين طبعاً المنطقة تقسم مناخياً وجغرافياً إلى قسمين هما الصحاري الجليدية وتسود في المناطق الأقرب إلى البيئات الدافئة والقسم الآخر هو أراضي الجليد الدائم وبيكون في المناطق القريبة للقطبين ومناخها شديد البرودة وفصل الشتاء فيها بيكون تسع أشهر أو أكثر فبالتالي هذه هي خصائص المناخية للبيئة الباردة بشكل عام ولو بتكون تفصيل موجود أمامكو بتقدروا تنقلوا طيب إيش أثر تنوى البيئة الطبيعية على الأنشطة الاقتصادية هل قتال بيئة بتأثر عن نشاط الاقتصادي يعني مثلاً الدول اللي البيئة عندهم بيئة باردة مش هيقدروا يشتغلوا طول السنة ليش؟ لأنه معظم أيام السنة بتكون درجة الحرارة تحت الصفر بكتير يعني سالب 20 وسالب 30 تحت الصفر فلو طلعوا برة في خطر على حياتهم طيب نحدد البيئة الطبيعية التي تمارس فيها الأنشطة الاقتصادية الواردة في الصور طبعاً الصورة الأولى في البيئة المعتدلة إيش هي الصورة الأولى؟ لاحظوا أنه فيه عند زراعة وفيه عند حرث طب الصورة الثانية اللي هي تقطيع الأخشاب في البيئة الاستوائية لأنه بينمو فيها أشجار كبيرة في الصورة الثالثة في البيئة الباردة لاحظوا أنه فيه عند غزلان وقاعدين بجروا عربات والصورة الأخيرة واضحة أنها في المنطقة الصحراوية لأنه ما فيه شي عنده أشجار كتير ولا فيه عنده حيوانات كتير فبالتالي بنلاحظ أنهم يلجأوا إلى الصيد نستنتج مدى تأثير البيئة الطبيعية على الأنشطة الاقتصادية تتأثر الأنشطة الاقتصادية بظروف البيئة الطبيعية من حيث المناخ والتضاريس والغطاء النباتي فمثلا البيئة الاستوائية كثيفة الغابات مرتفعة الحرارة وصعبة المواصلات يعيش زكانها حياة بدائية ويمارسون زراعة متنقلة ولديهم بعض الصناعات البسيطة بينما في البيئة الباردة بسبب شدة البرودة نجد أن الأنشطة الاقتصادية بدائية وبيئتها لا تصلح للزراعة يعني منقدرش نزرع في البيئة الباردة لأنه الشجر رح يموت ولكن البيئة المعتدلة نجد فيها مناطق صناعية وزراعة حديثة وأنشطة اقتصادية متطورة ففي البيئة المعتدلة بنلاقي فيها جميع أنواع الأنشطة بسبب اعتدال مناخها نجد الآن لحل أسئلية الدرس أنقل إلى دفتري ثم أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة أي البيئات الآتية تمتد بين دائرتين عرض 30 إلى 60 شمال خط الاستواء وجنوبه طبعا حكينا إنها البيئة المعتدلة أي من النباتات الآتية ينمو في البيئة الباردة طبعا زهرة القطن أي الزراعات الآتية تمارس في البيئة الاستوائية الزراعة المتنقلة ما الحيوان الذي يعيش في البيئة الاستوائية هو السنجاب عرف المفاهيم والمصطلحات البيئة الطبيعية هي الوسط الذي تعيش فيه الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وتتفاعل بعضها مع بعض في علاقات متبادلة الصحاري الجليدية هي المناطق التي تتمثل في أراضي البيئة القطبية الأقرب للقطبين الدبال وهو تربة ناتجة عن تحلل أوراق النباتات وبقاياها مما يجعل هذه التربة خصبة وقادرة على إنبات الغابات الكثيفة وضح أهم الأنشطة الاقتصادية في البيئة الاستوائية يمارس سكان البيئة الاستوائية العديد من الأنشطة الاقتصادية ومن أمثلتها حرفة الجمع والالتقاط والصيد البري والزراعة المتنقلة وانتشرت الزراعة الحديثة في بعض المناطق واستخراج الثروة المعدنية وشهدت بعض الدول أو بعض دول البيئة الاستوائية نهضة صناعية وعلل سقوط الأمطار على بيئة البحر المتوسط شتاءا بسبب تعرضها للرياح الغربية العكسية التي تتسبب في سقوط الأمطار شتاءا بسبب مرورها على المسطحات المائية طيب انتشار زراعة الحمضيات في السهل الساحلي الفلسطيني بسبب وفرة المياه نظرا لوفرة الأمطار واعتدال المناخ وخصوبات التربة وجود الحيوانات المتسلقة في البيئة الاستوائية بسبب تشابك وكثافة الغابات فيها وصعوبة تنقل الإنسان والحيوانات فيها فبالتالي بنلاقي فيها حيوانات كتير متسلقة أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا انتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة احنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو حد فيتكو كتير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر